وصل سيد رئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة طولين الألمانية وده كان بناء على دعوة من المستشار الألماني أولاف تشارلز وده للمشاركة في فعليات حوار بيترسبورج للمناخ يوم 18 يوليو الجاري وده حيكون برياسة مشتركة بين مصر وألمانيا وطبعا ده كمان لأنه مصر بتستضيف النسخة القادمة من مؤتمر المناخ في نوفمبر القادم الحقيقة أنه حوار بيترسبورج واحد من أهم المحطات اللي بتعقد قبل الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية اللي هتعقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر اللي جاي وأنه الحقيقة أنه المؤتمر ده بيفتح فرصة كبيرة للتشاور والتنصيق ما بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة وصانعة القرار واللي يعني دلوقتي بتواجه يعني تغيرات المناخية بشكل كبير دعوت مصر للرياسة المشتركة يعني تحتل الحقيقة مكانة كبيرة جدا وتقدير كبير جدا للدور الحيوي اللي بتقوم بمصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مفاوضات تغير المناخ على السنوات الماضية وفيه اهتمام كبير جدا من كل وسائل الأعلام العالمية والعربية بهذا المؤتمر لأنه بيحضر هذا المؤتمر رؤساء وقادة العالم وكمان يعني رؤساء الشركات أصحاب الصناعات الكبيرة اللي هم أصلا سبب في مسألة التغيرات المناخية سيد رئيس عبد الفتاح السيسي يمكن تحدث عن ضرورة التزام الدول العشرين أنها انتهى فيه بالتزامتها في مسألة التغيرات المناخية ويمكن مسألة التغيرات المناخية ما كانتش متضحة للعالم بشكل كبير من سنوات لكن يمكن السنين اللي فاتت القريبة شوفنا فيها حرائق في غبات وشوفنا فيها فايضانات في دول ما كانتش بيحصل فيها الكلام ده دول أوروبية كانت بتكتسي دايما باللون الأبيض بقنا بنشوف ارتفاع درجات الحرارة كبير جدا 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 نحن نتكلم في لندن اليومين الجايين درجة الحرارة يمكن توصل 40 فمسألة التغيرات المناخية أعتقد أنها مسألة غاية في الأهمية بقت بتفرد نفسها على أي حوار ما بين القادة وزعماء العالم لأنها مسألة غاية في الأهمية استقبلت الجالية المصرية النهاردة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي في ألمانيا بحفاوة كبيرة جدا كان استقبال يعني كبير واستقبال مشرف من الجالية المصرية لسيد رئيس عبدالفتاح السيسي في برلين حينه كمان القمة بتيجي مع مرور 70 عام على العلاقات المصرية الألمانية وهي الحقيقة علاقات قوية وعلاقات متينة على كل المستويات لو احنا بنتكلم على اتفاق في الرؤية السياسية مع كل قضايا المنطقة والقضايا كمان اللي بيمر بيها العالم لو بنتكلم على مسألة التبادل التجاري فوصلنا لـ 5 و 1 من 10 مليار يورو تبادل تجاري ما بين مصر وألمانيا بنتكلم على شركات كبيرة ألمانية عاملة في السوق المصر بنتكلم على 900 شركة ألمانية عاملة في السوق المصر ويمكن كل المصريين يعرفوا سيمينس واسم سيمينس الموجود في مصر وقد ايه شركة سيمينس بتعمل على أرض مصر معتقدش ما فيش حد يعني في مصر ما يعرفهاش بنشوف مع حضراتكم صور الجالية المصرية في استقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في برلين النهاردة اشتركوا في القناة